بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا من ساعة ما ابتدينا الموسم الجديد و احنا مخلين يوم السبت عشان مصطلح لطيف وضعناه مع بعض عشان أصحاب السعادة مين أصحاب السعادة؟ هم الأزواج؟ أزواج المستقبل او الأزواج اللي عايزين يطوروا من أداءهم الزواجي فبنحاول بقدر الإمكان نفتح معهم أبواب للسعادة سواء كانوا على مشارف الزواج او كانوا بدين في الجواز عشان ايه؟ عشان احنا بنقول ان السعادة الزوجية دي حقيقة ونقدر نعيشها فتعالوا نعيشها بقى من أهم الحاجات اللي بتوفر السعادة الزوجية حاجة مهمة قوي ويمكن هي بتوفر السعادة عامة في العلاقات بس في الزواج بالذات ده محرك أساسي وعامل أساسي من عوامل تحقيق السعادة الزوجية اللي هي ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه المحرك ده؟ شوقتنا ان احنا نعرفه حاجة اسمع الحوار الزواجي ان يبقى فيه حوار الزواجي انا عارف ان فيه ناس وهمهم بيسمعون البلاتي يا سلام لو ان فيه حوار يا سلام لو بنقعد ونتكلم مع بعض يا سلام لو احنا فعلا عارفين قيمة الحوار مع بعض يا اخي ده انا قربت انسى صوت جوزي ده انا قربت انسى صوت زوجتي تعالوا بقى نتكلم من بدري عشان نبقى اصحاب السعادة تعالوا نتكلم عن الحوار الزواجي خلينا اقول لكم بس ان الحوار الزواجي ده حاجة ممتعة جدا جدا لان هي بتخلي الناس تحس بالدفق سبحان الله يعني الكلام والقعدة مع بعض تخلي الناس تحس بالدفق ايوة ولزاك بعض الاحيين كان حضرت النبي يقول للسيدة عائشة كلمين يا عائشة فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يكلم للسيدة عائشة اوقات كتيرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع للسيدة عائشة ويبتحكي له حكاياتها ويعمل مدخلة معها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما في الحديث الطويل حديث أم زرع إيه اللي حاصل وحديث أبي زرع فحضرة النبي يسمع منها كلام طويل ويتداخل معها ويقول لها حضرة النبي كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقه كلام حوار فدايما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيخلينا نفهم أن الحوار ده أمر مركزي جدا في الزواج أول ما يحصل حاجة لحضرة النبي يروح مكلم السيدة خديجة فيكلمها ويحصل حوار فالسيدة خديجة تقول له والله لن يخزيك الله أبدا حوار أهمية الحوار حوار بيحسس الناس بيحسس الأزواج بالدفء بيحسس الأزواج بالتواصل بيحسس الأزواج بالتقارب بيحسس الأزواج أنهم فعلا ليهم مصير واحد وليهم هدف واحد ويستطيعوا أنهم يقربوا من بعض في ناس كتير الحوار الزواجي بيبقى بالنسبة لهم شيء مفزع شيء مخيف ده لأن احنا ما بنمشيش على أصول الحوار الزواجي الحوار الزواجي ده عنده جملة من أصول أهمها أن احنا لازم نعرف أن التنوع أفضل بيئة للتكامل والإحساس بالقيمة المضافة للآخرين بالمناسبة الزوجين مش حاجة واحدة وبرضو هم مش كائنين فضائيين جايين من مجريتين مختلفين مش ممكن يتفهموا فإحنا لازم نفهم الأصل الأولاني ده أفضل حاجة عشان نحس بقيمة بعضنا وبقيمة القيمة المضافة أن احنا نتحاور الأصل الثاني في الحوار أن الحوار لابد أنه يكون لي هدف وإلا هيصبح شكل من أشكال حوارات الترشان أو يصبح باب من أبواب الشجار يبقى احنا لازم نحدد هدف للحوار ما نروحش أنا أعمل حوار مع زوجتي من غير هدف لا نعمل هدف حتى ولو كان الهدف ده إظهار المحبة وإظهار الود وإظهار الشوء وإظهار إن أنا عايز أسمع صوتك وتسمع صوتي لازم يبقى فيه هدف الحوار كمان ليس معركة ده أصلي من أصول اللي احنا لازم نعرفه عن الحوار الزواجي الحوار مش معركة لإثبات صحة الأراء ولكن عمود من أعمدة البيت إيه ده؟ إيه ده يعني الحوار ده عمود من أعمدة البيت؟ آه اللي بتقوم عليها الأسرة لإنه الوسيلة الأساسية للأصول إلى النضوط والتقارب القلبي والعملي والثقافي والحياتي يعني إيه ده؟ ما أقول الحوار ليه كل هذه الفوائد؟ أو الله ولذلك لما تيجي تلاقي الناس بيحصل لهم خرص زواجي هما بيحسوا بالخوف بالرعب ليه؟ لإنه فيه عمود مهدود في البيت البيت واقف على شعر ما هو الناس مش عارفين إيه اللي كل واحد في وجدانه بيعمله ولذلك الحوار هو في الحقيقة بيختلف عن فكرة إن حد يحاول يجادل ويعاند ولا هو كمان إنه ينائر يبقى الحوار ده معقولة؟ يعني الحوار ده هو الباب للنضوط والتقارب في الحياة وفي القلوب وكمان في الثقافة آه لكن الحوار ده مش هو النقار ولا الجدل ولا العناد آه أنا بتكلم باللغتنا إحنا عشان نعرف الحوار مش النقار ولا الحوار جدل ولا الحوار عناد ولا الحوار استفزاز الحوار باب مفتوح كل واحد فتح قلبه وكل واحد بيتكلم مع حبيبه عشان الحوار الزواجي وده الأصل الرابع ربنا جعله عشان كل واحد فينا يخرج أفضل ما في شريك حياته يعني يبقى الحوار ربنا جعله ليه؟ عشان يخرج كل واحد فينا أفضل ما في شريك حياته 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 أفضل ما في شريك حياته